حقق سعر برميل النفط الكويتي مكاسب أخرى إذ سجل في تداولات يوم أمس ارتفاع بواقع 64 سنة ليبلغ 51 دولار وثمانية سنتات وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها ظلت قريبة من ذروة تسعة أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة إذ يتغط ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 على الطلب على الوقود فيما يتنازع مشاريعون أمريكيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار